اظهرت العديد من الدراسات فوائد الصيام بمفهومه الدينية المتعارف عليه وهذا ما جعل بعض خبراء التغذية يستلهمون حمية جديدة تعتمد مبدأ الصيام ولكن بشكل مختلف حمية الصيام المتقطع تحتوي على العديد من الفوائد الصحية على الجسم كما أن لها أساليب مختلفة والتي يستطيع الشخص اختيار ما يناسبه منها وللحديث أكثر حول الصيام المتقطع وفوائد ينضم لنا من جدة دكتور فيصل سعود وهو طبيب أسرة وخصائي التحكم في الوزن والصيام المتقطع أهلا بك دكتور فيصل وخلينا نتعرف في البداية معك على هذا النظام نظام الصيام المتقطع وأساليب اتباعه على موضوع الصيام المتقطع لكن قبل ما نتكلم على إيش هو الصيام المتقطع لازم نوضح أنه جسم الإنسان عبارة عن حالتين حالة الصائم وحالة المفطر حالة الصائم وحالة المفطر كل واحد فيهم له عمليات فيسيولوجية تحصل داخل الجسم والصيام المتقطع هو فترات متقطعة ما بين حالة الصائم والمفطر وعشان نوضح للجميع الصيام المتقطع هو ليس نظام غذائي هو نظام فقط لتحديد وجبات الأكل توقيت وجبات الأكل عفوا وطبعا يختلف عن الصيام الديني في حاجة واحدة فقط اللي هو مسموح شرب الماء أو الشاي أو القهوة في فترة الصيام طبعا بدون أي إضافات والمقصود بالإضافات يعني بدون حليب أو سكر أو أي شيء يحتوي على سعرات جميل توقيت وجبات الأكل هل يكون معنات الصيام المتقطع يكون بين هذه الوجبات ووقت طويل هذا هو مفهوم الصيام المتقطع نعم صحيح بالنسبة للصيام المتقطع طبعا زي ما قلت في البداية فترات من الصيام فهي تختلف حسب نوع الصيام في مثلا عندنا صيام 12 ساعة في 16 ساعة في 20 ساعة في 24 ساعة هذه كل الفترة يكون فيها الامتناع عن الطعام نعم دكتور أقل يعني وقت نستطيع نوصفه بهذا من أنظمة الصيام المتقطع صراحة ما في يعني ما في وقت محدد نقدر نقول عليه هو أي فترة صيام هذه نقدر نقول عليها فترة صيام متقطع لكن الفوائد تبدأ من بعد 12 ساعة هذا النظام هل هو مناسب دكتور لجميع الفئات العمرية حقيقة الصيام المتقطع وجميع الأنظمة الأخرى غير مناسبة للمراهقين والأطفال لأنهم في فترة نمو طبعا إلا في حالات معينة مثلا على الأنظمة الأخرى في بعض الناس عندهم مثلا مرض السيلياك فهذا لهم نظام مخصص لحالتهم الصحية لكن كل الأنظمة سواء كان صيام متقطع أو غيره غير مناسب للمراهقين والأطفال هل من الممكن أن تكون فترة الصيام دكتور هي فترة النوم أو الراحة للشخص صحيح فمثلا عندنا مثال إذا قلنا صيام 16 ساعة حيكون من ضمن 16 ساعة هذه فترة النوم فثمانية ساعات اللي هي حق النوم نحسبها من ضمن الصيام والثمانية ساعات اللي ما بعد فترة النوم تكون ضمن هذه الفترة بأقل من دقيقة دكتور هل توجد بخاطر نظام الصيام المتقطع هو آمن بإجماله؟ لا نظام جدا آمن وأكثر ما يمكن أن يحصل من الصيام هو الصداع والإمساك وهذه تكون فترة مؤقتة وتحصل للمبتدئين وغالبا نتيجة أعراض انسحاب السكر أو الكافيين في حال كان الشخص مدمن للقهوة شكرا لك إذا دكتور فيصل سعود وهو طبيب وسر وخصائي تحكم في الوزن والصيام المتقطع من جدة شكرا لك